نحكيوا على ظاهرة تهريف بلادنا والدوانة توصية في راس جدير تحجز أكثر من 700 مليون تقريباً اللي هي قيمة العملة الصعبة والأدوية اللي تم حجزها كانوا نويني هربوها للخارج شنو أرأيك؟ رأي شنو أرأي أنت توقي تمشي للمستوصف باش تاخذ الدواء قولك موفم ماش تمشي للفارماسي قولك موفم ماش وعالحد موجود وعالحد موجود يبيعوا فائزة مصرو اسمع البلاد هذه يرحم عمي يرحم عمي مشيت البلاد معاش تعرف شاي اينا هنينيقف في دواء تعالش حم في الدم صدقني كل يوم كل يوم نمشي موفم يش ريحت كل يوم نمشي شنو مش تحكي لي عاشقتي دواء هو دواء هو زريرك موفم شيس بيتار كيف كيف مش تمشي تعمل تصويره ولا تعمل سكانيني وقولك مكسر المكينة حالة لا يرثى لها شحيح الكلام حسب ما يحكوا تم فويتن تعم فلوس من عند المواطنيين ومن عند رجال العمال ويحبوا يفسعوهم اذاكم الليبي مش قالوا معناش دواء قالوا معناش دواء ريتوا هون مرة الاخرى كيفاش مكدس فارماسيس ونطلال وفيها وقته دواء موجود والفلوس موجودة وكل شيء موجود تدبير بإحكام متفاهمين مبعضهم عصابات تخدم ضد الدولة ضد الرئيس قال الرئيس ماشي في ثنية صحيحة قاعدين يعاكلوا فيه عملوا له تعكيلة في المواد الغذائية بش احنا ندوروا عليه انا واحدة من الناس مندورش عليه حتى يبدأ على جط ريمو ماشي في ثنية برقيبة وسياساتنا القبي ديما يا أخو يا ميسيل اشقالوا صعيب هو ما تشفى حتى في حد قال رجعوا الفلوس اللي يسرق يرجع واللي ما سرقش واللي ما سرقش يدول حجاج ما نعمل له حتى شيء أما اللي مش نشده بحجته رامش نحشي في الحبس يظل يهوني مظالم حتى حد دي جاء قاعد يوضح وقاعد يوري موش تحت الكاموفلاج تحت كما كانوا قبل هذه ترجع لأباطيرة التهريب اللي هما رجال أعمال فسدين عندنا برشة رجال أعمال فسدين و هما السبب في الكارثة الموجودة توا في البلاد بصفة عامة وليس لديوانا ما شدت كن الدواء شد برش حاجات الذهب عندو تقريب جماعتين حاجات كما هكا قبلو دوخان قبلو فامتين بالنسبة لديوانا قايمة بوجبها لأحسن مايورا ساوف الأخوات الآن قبلو دوخان القرآن ومتشأة ليس بشيئية هل تحبت حاجات الذهب تحاجات الذهب عن أنفسها؟ نعم، نعم، إن شعر كلات دجمية ينفجهون فيها عاما وساعدة لديوانا محgi كثيرا فترة أفضل في الفرق سنة لديوانا 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 ومكن للهظم أن تحاجات أخرى البرا بش نبيع لك انتي بدينار ونبيع للخارج اكثر. ماش تفسر انو انتي كما قلت تاوى تمشي للفرماسية ما تلقاش دويه. ودي وانا تشد في الدويات اللي كانوا ناوين يهربوها البرا. سامسروا يا اختي سامسروا تجارة وليت. بيع وشريه. عندك تتقبل ما عندك ش رجحها. فما غيرك ياخذها. فتسامسيرة في الدويات. تهي لعبينت قادة تسامسر في بعضها خلي الدويات يا اختي. شنو مش تتوقع انتي في الحدود يشد لك الدويات. انتي تو تتوقع انتي تونس مزلت فيها اخيرة. هو دويات شدة. انتي برا شوفك الناس لك الكبار مسيكنات ولي عنده القلب. الدوي القلب ما فهميش. تمشي عنده لانسولين متاع يزموا يزرق. ما فهميش. يعني يحبوا يقتلوا المواطن عرق بعد عرق. انا والله لاني فهمة الوضعية وين بش توصل. والله يلي قلوبك سيحت يا يا خيابت يا مش فيه مين. هذي التدبير موحا مؤقم بش يعملولو بش احنا كي نمشيو للفرماسية بنتي الغالية. ما نلقاوش ادواء. نمشيو بش نقضيو. ما نلقاوش مواد غذائية. بش كونه على شكم بش ندورو. بش ندورو على رئيس الدولة. واقضي رئيس الدولة. لقاها شكبة متاع تلول. وشي حل. تلك يبدأ ملمو. مش يحلو. مينجي مش يحل. قاعد يحل بشوية بشوية. واحنا كشعب يزينا نعاونوه. خاطر اينا ما نعرش من الرأي الخاص اينا. قاعد نشوف فيه يمشي في الثنية صحيعة. وما هوش قاعد يتشفى في حتى حد. ويدي تدبير محكم يا ونعود هيلك. تدبير محكم. عصابات متفاهمة بش يخرجوا الدويات. من جيها يقولوا ما عنا ش دوا وعنا مشاكل وعنا نقص في الأدوية مفقودة. ومن جيها نلقاوة دي وينا قاعدة تشد في كميات يحبوا خرجوها. هذا وش معناتها هذي. هذي هذي مشكل فينا احنا كشعب كمواطنين ككذا عندنا دوا علش نهربوه للناس وخلو احنا 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 كيكا نقصين بلش دوا ولا نمرض ولا تقنى برشة حاجات. المشكل وين المشكل في 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 رجال أعمال الفاسدين عظومة يزم قمحهم يا هذك هو هذك هو المشكل الوحيد. اما هو عندنا احنا لحليب عندنا زيت. عندنا موجود رو متوفر في تونس. اما المشكل فالأشخاص هذومة اذا كان هذومة معناها قاوموهم. البلاد تولي لباس عندنا دوا عندنا الادوية كل موجودة. المشكل كيما هكا. اللي هربة دايما اسكى عندو ضمير ولا ما عندوش خوم عندوش بوم عندوش جد ما عندوش عشكون يمرض له. نحكيوا على ديوانة تونسية اللي في اكثر من مناسبة تشد ذهب كانوا نوين يهربوه دوايات كانوا نوين يهربوها. مواد اساسية كيف كيف يحبوا يخرجوها. في وقت يعني ايامات التلتالي شدوا كميات كبيرة متاع عجلات مطاطية كانوا نوين يهربوها. يعني كل ما هو في منفع للبلاد يحبوا يخرجوه البرا. في الاثناء فما دوايات فما دروق فما كل ما فيه اختر وسموم لبلادنا تشدها ديوانة في تونسية يعني تتصدى باش ما يدخلوهاش لتونس. ليه الدواي يتعدى. الدواي دواي حراب باش آآ آآ سطلة نفت تتعدى عزيزي. اما الدواي بش يداوي بيه المواطن ما يتعديش. يعني قتلك يحبوه يكسروا العجلة يحبوه ما مضى بيها تونس ما يقوم ليش قايمة. تونس سخونة. وترابها سخونة. ديمة الليلة ولا البن علي ولا الغيرو ولا الغيرو. اسمعني ريتلي بش يعمل حاجة في تونس ورأس اختي. كان مواطن. كان سياسي. لازم ربي بش يقضي عليه. على خاطر هي ترابها سخون. ونحن شنوه? لحوله لقوة المواطن. يخي انتي هاك تخدم وانها مثلا نخدم. شنوه عندي حوله. انا نعرف الاسرار شنوه اللي يعملوا بيها. برا يدخلك الزطلة خلي المواطن. يخي يكذب القديفي. كي قالوا بش يدخلوه حرابش الهلوسة. وبش يدخلوه الزريرق لتاع الفاكسان. السومو. ما يكذبش الله يرحمه. كان قعد حي يمكن يمكن فما حاجة نزيده نفيقه بها. تونس ماذا بيهم الشعب يمشي دايخ. لا يتكلم. لا يحارب. لا يحكي على الاقتصاد. لا يحكي على المعيشة. لا حتى شي. لا حتى الدواء. ما عاش تلقاه ولي يمشي تتلي تتلي تتل حتى يموت يقف يموت. كله تدبير محكم عايش بنتي. شوف. ريتك يدخلوه كنتي هزولك كنتي لبيه الفايدة من البلاد. وبش يدخلوه لك متعلم متعلم انحيطات ومتع بش يص الشباب يمشي يتدمر تدمير كل شوف بش يدمروه بش يدمرو الشباب. جيبولو ماذاك ينحيوه نحنا في الحاجات. هذي عصابات. شمعني عصابات قاعدة تخدم. ايجا انا عملو هذيك الكسرو هذيك. نضربوا البوب بذيك. نضربوا باب شسم والتعليم. نضربوا للدويات. بش البلاد كيكون كوال البلاد طايح. هو فيقلهم راه. راه وفيقلهم. انا قبلوا والله والله والله. كيشد رأينا رأني انتخبته. انتر بارونتاز. اما كيشد وقت يقول هم وهنا وهنا. قلتش بيه هو قاعدة كان يقول هم وهنا وهنا. مو يذكر الاسماء. هو وقتها في الاسماء. في الاسماء انا من عرش. في الاسماء قاعدة. يعقم. بيحب يعمل حاجات بحكمة. بش ما احنا مقولوش. اتشفها في فلان وعمل في فلان. وظلم فلان وقدل فلان. كعرف اللي ما صار قاعد ينظف بش شوين. اما هذي بلادنا مادام تستاهل دراج وتستاهل زطلة. تستاهل انه دوياتنا تخرج البرها. هم المعارضين ولا ولو. وله يحبوا يدمروا البلاد. اش يحبوا. يحبوا يدوخوا الشباب. والشعب بش واقف. بالشباب. اذا كان داخل الشباب مات الشعب. اذا كان داخل الشباب. انا كبيرة. انا على الابواب. طول المستقبل البلاد بكم انتوما الشباب. اذا كان هما داخل الشباب ودوخوه. صيع طول بش يدوخ. شمزيل يعطل. هر كل شيخ زاطل. ليفركسلك على حتى شاي. فما مهربين. اياديهم معناتها لاياد انتاعهم ظالعة في الدولة. هما اللي يتصرفوا في الدولة ويتصرفوا في البلاد كما يحبوا هما. معناه ينفع للبلاد. سيد الرئيس ليه هم توا بصراحة عمل يذكر فيشكر. بقي ديما يحاول كيفاش يحد من الظاهرة هذي اتبقينا شنوها الكثرة انتاعهم وكل شاي بهمتني الكثرة انتاعهم ما ينجمش بش يسكر البيبان وكل في مرة واحدة. معناه كل ما ينفع البلاد نخرجوه لبره. ايه. وكل ما يدوروا البلاد ندخلوها. ها مشكلة المواطن مشكلتي انا وانتي هذي. هي اللي هنا مشكلتنا احنا كشعب كمواطنين يزمنا الوعي. يزمنا الوعي يستعيك باش باش النجم وننهضوا بالتنم ينتهن بالاقتصاد انتاعنا. احنا المشكل فيه نحنا توا. المشكل في البيادق اللي بقية تخدم عند الابات رضوما. اللي انتاع التهريب. اللي هم يحبوا يعرق له كل شي معناتها لاغراض سياسية اغلبهم لاغراض سياسية ومصالح اقتصادية ليس الا. ما يهموش يعيش هو ولا ما يهمو في كنتي عشت ولا اهمت ما ما يهموش. شو تحب تقول كلمة للديوينة التونسية اللي في كل مرة قاعدة تتصدى العمليات التهريب بمختلف انواحة تقريبا. قولهم برافو وصيروا في الاثنية هذيك ويعطيكم الساحة ويتكونوا شوية سند يفرحكم والله نطلب بكل لطف بكل لطف يقعدوا سند شاء الله يقعدوا وسند للرئيس باش هكاكا احنا نعرفوا لي فوت مني اذا كان هو ما بش يغتيوا العسابات بش ندوروا مسكين على الرئيس واخدوا الرئيس مسكيني لي نوتره. بالنسبة للديوانة يسموها الجيش الازرق. مش نبدو واضحين فهم. اه كلمة لهم كل تحية وتقدير واكبار ورب يكون معاهم وان شاء الله وان شاء الله وان شاء الله وان شاء الله الى احسن والديوانة راهي قائمة بدورها الى اقصى حد حماية الاقتصاد سواء سواء كالكسوا معنتها اه جبائيا ولا اه تهريب انتع مخدرات تهريب انتع اسلحة اي تصدي تصدي للظواهر التهريبي بصفة عامة نشكرهم ونقولولهم رب معاكم. موسيقى